يبدو أن المجمع النفطي الجزائري سونتراك يواجه أزمة حقيقية بعد أن كشفت أرقام ثلاث الأول للسنة الجارية أن نفقات المجموعة كانت باهضة جداً ولا تتناسب ومداخلها التي تراجعت بشكل كبير بسبب انهيار أسعار النفط هو ما دفع بالرئيس المدير العام بالنياب سعيد سحنون إلى مراسلة شركاء المجمع وطلب تخفيض التكاليف بـ 15% كما أمر سحنون إطاراته بالسعي جاهدين إلى تخفيض تكاليف استخراج النفط والتقشف فيها وحسب ما كشفت عنه مصادر تقاوية فإن سونتراك طلبت من مزويد الخدمات خفض أسعارهم بما يصل إلى 15% سعياً منها إلى تخفيف أثر خفاض أسعار الخام في انتظار اجتماع أعضاء منظمة الأوبك شهر جوان المقبل في وقت أفادت دراسة لقاها الرئيس المدير العام بالنيابة للمجمع الجزائري سعيد سحنون أن نفقات الخدمات في سونتراك تكلف المجموعة ما يعادل 23 مليار دولار سنوياً وهو الرقم المرتفع جداً الذي تسعى سونتراك إلى خفضه إلى 19.5 مليار دولار على الأقل حتى تتمكن من الحفاظ على توازنها المالي ويرى خبراء الاقتصاد أن أزمة حدة تعصف بالمجمع النفطي بسبب انخفاض أسعار البترول وتدعيات الأزمة والتي تقارب اليوم السنة أسعار البترول خطر أسعار الجاز متبطة مع الأسعار البترول كان الرقم البنك العالمي يقول أنه كان 85 دولار ولكن دخولت على سونتراك في النهاية 2014 كانت 59 مليار دولار الآن إلا استمر الأسعار البترول 60 دولار الدخولت على سونتراك ما تفوتش 35-40 مليار دولار هذا ولا يزال التقشف حديث العام والخاص في الجزائر بسبب انخفاض أسعار البترول ولم يعد هذا المصطلح حكرا على أعضاء الحكومة وإنما أيضا بالمؤسسات العمومية التي طالبها الوزير الأول بتخفيض نفقاتها وتقليصها